في العلم والتبين ومسائد في الدين بسؤال أهل الذكر وعلى هدى الوحيين بين الهدى والنور ورواية المأثور بين الهدى والنور ورواية المأثور علم الغدى مثور بروعة التضمير بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه و بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء كلما تقدمت الإنسانية في العلم المجرد ازدادت مساحة الغرائز والطبائع البشرية في الظهور وقد كان بعض الناس يظن أن التقدم العلمي كفيل بتقديم البديل الأخلاقي للأديان ضاربين عرض الحائط ما تقرر لدى العقلاء أن العلم بدون دين آلهة بشرية يبغي بعضها على بعض ما كاد الناس يفتحون أبصارهم على عالم الشبكات بدءا من مواقع الويب وانتهاءا بالهواتف التي سميت تجوزا بالذكية حتى فاض طوفان من الغرائز لا يعرف للفضيلة حدودا ولا للأخلاق قيودا وقد ضج العالم مؤخرا بأعداد المتحرشين بالنساء من إعلاميين منتجين وممثلين وسياسيين حتى انطلق وسم بعنوان وأنا أيضا سجلت فيه أعداد هائلة من النساء أنهن تعرضن للتحرش وعلى خريطة العالم استغرقت بقعة المؤشر البياني للتحرش أكبر البلدان الصناعية تقدما ماديا وحضارة عمرانية وإذا كان هذا الانحراف ظهر بتصريحات الاعتراف فإن التقرير السنوي لمواقع البحث في الشبكات يكشف توسعا مضطردا للباحثين بلهف في المواقع الإباحية رغم محاولتهم إخفاء الزفير والشهيق 28 مليارا زاروا موقعا إباحيا واحدا مع نهاية العام الماضي وحسب الموقع فإن الزيادة بين عامي 2016 و 2017 بلغ خمسة مليارات ونصف وعلى ذات الموقع نفسه رفع أربعة مليارات من الفيديوهات الإباحية يحتاج الإنسان لمشاهدتها متواصلة ثمانية وستين سنة من عمره وإذا كان هذا هو موقع إباحي أو إذا كان هذا موقعا إباحيا واحدا فإن المصيبة تعظم عندما نعلم أن المواقع والصفحات التي سجلتها بعض التقارير تزيد عن 22 مليونا مئات الآلاف منها خاص بالأطفال أقل مخاطرها أنها تقتل المادة الرمادية في الدماغ ويتشتت التركيز ويقل الذكاء ويرتفع الغباء ولكم أن تتصوروا كيف يكون حال الأخلاق في هذا النوع الجديد من البشر في الحلقة الماضية طرحت مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا النوع من الانحراف مجموعة من النتائج أيضا النفسية والصحية والأخلاقية وتقدم للفرد مجموعة من الحلول التي يمكن أن يخرج بها من هذا المأزق أو من هذه الحفرة المظلمة ونسأل اليوم كيف السبيل لمنع فيضانها عن عالمنا الإسلامي وكيف نحمي منها أنفسنا وأبناءنا وهل في المنظور القريب خطة إنقاذ يتبناها المسلمون أخلاقيا وفي الحلقة أيضا نقدم حلولا للأسرة والمؤسسات نرجو منكم أن تشاركوا في هذا الموضوع عبر أرقامنا التي سترونها ظاهرة على الشاشة نذكركم بهذا الرقم 24954611 ضيفنا الذي يشرفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفت العام للسلطنة أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ أهلا وسهلا بكم وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع المجيب آمين خضرت الشيخ نريد أن نستغل هذه الحلقة للحصول على الكثير من العلاجات لهذه المشكلة التي طفت على السطح وأصبحت تؤرق العالم بأكمله وأنتم ذكرتم في الحلقة الماضية أن العالم أيضا منزعج من ناحية ما يترتب عليها من ملاحقات قانونية وقد ظهرت أيضا بعض التقارير تقول أنهم منزعجون من الأضرار الصحية الآن نريد كما تفضلت في الحلقة الماضية قدمتم مجموعة من الخطوات التي يتبعها الفرد لحماية نفسه من هذه المواقع نريد أن ندخل مباشرة إلى عالم الأسرة كيف يمكن أيضا أن تحصن نفسها وأبناءها من هذه المواقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم وهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قد أقام أود الحياة الزوجية على أسس متينة من السكينة والمودة والرحمة وجعل ذلك من آياته في خلقه فقد قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة فقال يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحينما نهى عن الاقتراب من فاحشة الزنا بيّن أنها في ذاتها فاحشة كما بيّن أنها سبيل كل خطوة فيه تدفع إلى الخطوة التي بعدها حتى يصل إلى نهاية يصعب عندها الرجوع ما لم تتدارك هذا العبد عناية الله تبارك وتعالى نفهم ذلك من قوله سبحانه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولذلك فإن انغماس أفراد الأسرة وقد يحصل ذلك من أحد الزوجين أو من الزوجين كليهما ويمكن أن يحصل من الأولاد في الأسرة من الذكور أو الإناف لا سيما إذا كانوا في سن المراهقة يستدعي أن توجد هناك حلول ووسائل تقي هذه الأسرة الوقوع في هذا النفق المظلم نعم لأن عواقب الدخول في تصفح هذه المواقع أو بلوغ الإدمان عليها يؤثر على الأسرة بفقدان السكون المشار إليه في الآية المتقدمة وبانعدام المودة والرحمة ليس بين الزوجين فقط ليس بين الأبوين فقط وإنما من الأسرة كلها وبحلول العنف داخل هذه الأسرة مما يفضي بعد إلى التفكك الأسري وإلى التشتت بين أفراد هذه الأسرة وإلى انعدام المعنى الصحيح للأسرة نعم ولذلك فإن بداية الوسائل للعلاج إنما تكون بحسن أداء الواجبات التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها فعلى الأبي مسؤوليات وعلى الأم واجبات وعلى الأولاد أيضا واجبات نعم و لا يمكن أن يستقيم حال الأسرة إلا إذا أدى كل ما عليه من واجبات والتزم ما عليه من أمانة ومسؤولية يمي و لا يفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فهنا تسمو نفسه و يطهر قلبه و ينشرح صدره لأنه يقوي صلته بالله تبارك وتعالى و يملأ نفسه إيمانا صادقا راسخا يوجه له حركة حياته و يدفعه إلى الإقبال على الصالحات و البعد عن المحرمات نعم فتعزيز الجانب الإيماني و تقويته في نفس كل فرد من أفراد الأسرة هي أولى الخطوات التي تمكن أفراد هذه الأسرة من تجاوز هذه المعاصي و اتباع الشهوات و ذلك لا يعني الكلام النظري نعم فنحن بحاجة إلى ما يتعلق بهذه القضية تحديدا من مراشد الدين فلما قال لنا ربنا تبارك وتعالى و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نعم فلا بد أن تؤسس الأسرة على اجتناب الاقتراب من الزنا و العلم إيقانا أنه فاحشة عظيمة و أنه سبيل يورث سخط الله تبارك وتعالى كما يوقع الفرد في خطر عظيم في دنيا مع الخطر الذي ما بعده خطر وهو خسران الآخرة طيب فضل الشيخ قبل أن تكملوا في هذا الموضوع لأن هنا يلح سؤال الذي يظهر من كلامكم أنكم تصنفون هذا التصفح للمواقع الإباحية على أنه زنا بحين أن البعض يقول بأن هذا فقط مجرد نظر لصورة معينة و لربما هو الذي يحميه من الزنا لا هو اقتراب و لذلك فإن الله تبارك وتعالى حينما نهانا لم ينهانا عن اتيان الزنا نفسه و إنما نهى عن الاقتراب قال و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و قال وساء سبيلا فكل خطوة تقرب هذا العبد الآبق من الوقوع في الفاحشة فإنها تفضي به إلى خطوة أخرى ثم إلى ثالثة و رابعة حتى يجد نفسه في موضع لا يمكن له أن يقاوم أشبه شيء كما يقول بعض العلماء المعاصرين بالمجال المغناطيسي فإنه إذا اقترب هذا العبد بشهواته و رغباته و أهوائه من مركز هذا المغناطيس فإنه حينما يكون بعيدا عن المجال لا أثر لكن حينما يقترب فإنه يبدأ بالانجذاب يبدأ بالانجذاب و يزداد هذا الانجذاب حتى يجد نفسه ملتصقا بمادة هذا المغناطيس هذه هي أقرب صورة خذ على سبيل المثال في قول الله تبارك و تعالى و هذا ملحظ لطيف في تفسير آيات الكتاب العزيز في قوله سبحانه و تعالى في وصف من اصطفاهم من عباده المؤمنين قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا و إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون و الذين يصدقون بيوم الدين و الذين هم من عذاب ربهم مشفقون و الذين هم من عذاب ربهم مشفقون ثم قال و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هنا قال و الذين هم لفروجهم حافظون و الحفظ للفروج يستدعي تجنب الوقوع فيما يمكن أن يورث هذا الإنسان إتيان الفاحشة يعني الصيانة و حسن الرعاية و تجنب حصول ثلمة يمكن أن تخل بحفظ هذه الأمانة فاستخدام كلمة حافظون و الذين هم لفروجهم حافظون يعني أنها أمان على هذا الإنسان أن يرعاها و أن يؤدي حقها و أن يصونها و أن ينزهها عن كل ما يثلمها جميل و السياق نفسه فإنه جاء بعد مشاهد القيامة في سورة المعارض جاء بعد مشاهد القيامة أتى مباشرة و الذين هم لفروجهم حافظون و جاء بعدها و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون و الذين هم بشهاداتهم قائمون فالخطوة الأولى تعزيز الجانب الإيماني تعزيزا عمليا يتناول هذه المسألة تحديدا فلا بد للأبوين أن يحصنا أولادهم أولادهما من الوقوع في ما يمكن أن لا يجد الأولاد منه بعد ذلك وقاية و حصانة بالحوار بالتوجيه و الإرشاد بتعليمهم ما سوف يواجهونه من تغيرات جسمانية إبان مراهقتهم و كيف يتصرفون حيالها ما هو التصرف الصحيح كيف يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم لا بد أن يكون هناك حوار داخل الأسرة و أن يبين أن يبين الآباء و الأمهات لأولادهم ما يحتاجون إلى معرفته و سأضرب لذلك مثالا بقصة واقعية نعم والد يخبرني أن ابنته لما قدر لها أن تدخل إلى الجامعة أخبرها أبوها و قال لها يا ابنتي أوتيت نصيبا من الحسن و ستدخلين للدراسة الجامعية و هناك اختلاط و قد يتعرض لك بعض الشباب فتأبت البنت أولا و قالت لا كيف يفعلون و لن يفعلوا فقال لا اسمعي كلامي سقد تسمعين من بعضهم ثناء على جمالك أو على ذكائك أو على أخلاقك أو على مظهرك أو على شيء ستسمعين مدحا و ثناء لمجرد الرغبة في التعرف فقالت له و ماذا أصنع قال أمليهم رقم هاتفي قولي له سجل رقم الهاتفي هذا فلما تمليه لهم قولي له هذا رقم والدي و تواصل معه إن شئت شيئا نعم و أتي البيت من بابه يقول لي لم يمضي أسبوعان إلا وجاءته البنت و قالت له قد حصل معي ما أخبرتني عنه سبحان الله فقال لها ماذا فعلت قالت أمليته الرقم و كان مسرورا حينما أمليته الرقم ثم لما أخبرته أن هذا رقم والدي و أنه إن كانت لك حاجة أو تريد أن تثني علي فاتصل بوالدي و سيحدد لك موعدا تغير وجه و ما تعرض لي لا هو ولا من معه من الشباب الذين كانوا معه و كفيت شره و شر من كان مثلا إذن نحن بحاجة إلى تربية صحيحة يوقف فيها الأباء أولادهم على ما يمكن أن يواجهونه يعني لا استحياء في الدين فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قالت له برح الخفاء يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فهل عليها من غسل فقال نعم إذا رأت الماء و كنا يأتينه عليه الصلاة و السلام و يسألنه عن بعض هذه الخصوصيات نعم لكن فضل الشيخ قبل أن تنتقل في هذا الموضوع يعني تمرير هذه المعلومة للبنت أو للولد في أي صورة يكون لأن البعض ربما قد يمرر هذه المعلومة و هو في حالة تشنق أو يعني يرتب عليه تهديدا إذا فعلت كذا فلا تعرفينني و لا أعرفك نحن نتحدث عن التوجيه و التعليم و التفقيه و الإرشاد نعم فلا يصح أن يترك الآباء و الأمهات أولادهم دون تعليم و توجيه فالواجب عليهم أن يبينوا لهم و أن ينشئوا بينهم حوارا يعلموهم في يسمعون منهم يبينون لهم كيف يفعلون و هذا كله في سياق تعزيز الجانب الإيماني نعم و هذا يعني تلخيصا تقوية الالتزام بما أمر الله تبارك و تعالى الالتزام به و أن نقف عند حدوده سبحانه و تعالى و أن نتذكر المنقلب الذي نقول إليه نعم مع هذا أيضا هناك خطوات أخرى فمنها أن على الأسرة أن تتخذ الإجراءات العملية الكفيلة بحجب هذه المواقع نعم إن كانت لا تحسن ذلك فلتستعن بالمتخصصين في تقنية المعلومات قد يصعب عليهم أن يحجبوا هذه المواقع في كل جهاز على حدة نعم لكنهم يستطيعون ذلك في الشبكة المنزلية في الجهاز الذي يبث شبكة الواي فاي الراوتر ما يعرف بالراوتر يتمكنون و هناك طرق عديدة أشهرها أنا سأسميها و يمكن لهم أن يبحثوا عنها أو أن يستعينوا كما قلت بأهل الاختصاص ما يعني يعرف في تقنية الـ DNS نعم بأن يدخل اسم النطاق و يعني يشفر اسم النطاق فيحجب يتحول إلى أرقام ثم بعد ذلك يحجب و يعني تحديدا هذا المقصود هو ما يعرف بالستار العائلية أو الحاجب العائلي يسمى في تقنية المعلومات Family Shield نعم إذن بهذه التقنية يستطيعون حجب المواقع داخل الشبكة المنزلية عن كل الأجهزة التي تستخدم داخل المنزل أو في المكان الذي يعني تكون فيه تلك الشبكة هذا إذا كانت هذه الخدمة متوفرة يعني يمكن الحصول عليه هناك برامج متخصصة لذلك وهي يعني تقنيات سهلة و يوجد شرح لها أيضا و لذلك تعمت ذكر الاسم حتى يتمكن الآباء و الأمهات أو الإخوة الذين هم أكثر نضجا من التعرف على هذه الخطوات مثلا بعض الشركات كشركة نورتون نعم تقدم خدمة أيضا تسمى connect safe نعم يعني اتصل بأمان الحاصل المقصود هنا أن تتخذ خطوات عملية لحجب على مستوى الأسرة نفسها نعم لحجب هذه المواقع طيب وماذا عن الهاتف هذه ستحجب عن الشبكة المنزلية نعم فإذا كانوا يستخدمونها في داخل المنزل فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إليها وخارج المنزل دعنا نتحدث عن الأسرة داخل المنزل نعم يعني خارج المنزل نحن بحاجة نحن هذه ليست منفصلة نعم عن الخطوات المتقدمة نحن نتحدث عن تعزيز الجانب الإيماني في داخل الأسرة داخل الأسرة مع أيضا يعني خطوات عملية نقترحها كذا الحال أيضا فيما يتعلق بالإرشاد والتوجيه للأطفال ونقص للأطفال تحديدا لأن عالمنا الإسلامي يفتقر إلى منظومة أخلاقية ودليل إرشادي يبين لمن كان دون سن البلوغ كيف يتعامل مع هذه الأجهزة الذكية نعم فهناك توسع كبير لا سيما في البلاد العربية تجد أطفالا دون العاشرة وهم يملكون هذه الأجهزة بلا ضوابط ولا قيود ما شاءوا من الساعات وما شاءوا من الأوقات وفي عالم قد لا يقصدون هم فيه أن يصلوا إلى هذه المواقع لكن مشاهدة لمادة نافعة ثم بعد ذلك روابط لمواد أخرى وهكذا يستدرجون حتى يجدوا أنفسهم في هذا المزلق الخطير نعم إذن لا بد من ضوابط من الأسرة فإن كانت هناك من فسحة للأطفال فلتكون فسحة منضبطة نعم بأوقات معلومة وتحت إشراف منهم أكثر نضجا منهم والأولى أن يتشارك الآباء والأمهات أو الإخوة الكبار مع الصغار بحيث تكون هذه الأجهزة في أماكن مفتوحة أن تكون في الصلاة العائلية في الأماكن التي تلتقي فيها الأسرة خطوة أخرى تتمثل في الإكثار من اللقاءات الأسرية كثير من العوائل اليوم تشتكي من العائلات تشتكي أنها تحت سقف واحد لكنها لا تلتقي كل في فلك يسبحون هذا مع جهازه الكفي وذلك مع الجهاز الحاسوب المحمول وآخر مع شبكة وهكذا فليس هناك أي برنامج لللقاء الأسري أي أن كان هذا اللقاء الحاصل أن تجتمع هذه الأسرة ولو لأحاديثة يراد منها التسلية أو النفع والفائدة أو مناقشة أمر يهم الأسرة فضلا عن ما هو أولى من ذلك وأفضل من أن تصرف هذه اللقاءات فيما هو نافع دينا ودنيا نعم إذن اللقاءات الأسرية لا بد منها ولا يكفي فيها فقط أن تكون هكذا متروكة للظروف لا بد من تخصيص أوقات للأسرة للصغار والكبار للذكور والإناث وتملأ هذه الأوقات بكثير من اللقاءات الأسرية وهم يعيشون تحت سقف واحد لا بد من ذلك إذن يعني هذه تقريبا خلاصة الوسائل التي تمكن الأسرة من تجنب أن يقع أفرادها في مهاوي الانغماس في المواقع الإباحية تصفحا وزيارة أو إدمانا لا قدر الله هنا مجموعة من الأسئلة أيضا تتعلق بموضوع الأسرة وطريقة ترشيدها لاستخدام الهواتف لعل أشهرها هو فكرة أخذ الهاتف من الإبن في ساعات معينة مثلا وإن يعطى في ساعات معينة هل تؤيدون هذه يعني أنا أشرت إلى هذا في أن يكون استخدام الأطفال لهذه الأجهزة منضبطا أن يكون في أوقات مخصوصة وتحت إشراف الراشدين لا أن يكون هكذا متاحا مفتوحا لهم متى شاءوا وكيف ما شاءوا حتى بعض الألعاب وقد أشرنا وإن كان هذا يعني ليس موضوع الحديث الآن أن بعض الألعاب الإلكترونية أدت ببعض الأطفال إلى الانتحار والعياذ بالله عززت عندهم العنف عزز عندهم العنف وإيذاء الأنفس والاعتداء على الآخرين إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة فكيف لا يكونون صيدا سهلا لهذه المواقع الإباحية وقد علمنا من واقع الإحصائيات أنهم يتصيدونهم من خلال الإعلانات التي تأتي في هذه المواقع التي يعني يتصفحها الإنسان بشكل عادي لأنه يعني قد تكون مواقع عادية جدا مواقع نافعة مفيدة إلا أن توالي الإعلانات فيها هي التي تدفع هذا المتصفح إلا أن يفتح هذه الإعلانات ثم إعلانا بعد إعلان حتى يقع فيه المحذور كمين زاكم الله خير فرد الشيخ طبعا في هذا السياق لو سمح الدكتور فرد لا بد للعقلاء في مجتمعنا من أهل الاختصاص من المشتغلين بالتربية والتعليم والإرشاد النفسي والتربوي ومن المتخصصين في الشريعة ومن الغيورين على أخلاق المجتمع إلى آخر ذوي التخصصات المختلفة أن يقوموا بأبحاث جادة مجتمعين أو متفرقين للبحث عن أنسب الوسائل لا يسوق يعني كلنا بحث في هذا الموضوع نجد أن هذه الإحصائيات مصدرها العالم الغربي وسائل العلاج مصدرها أيضا غربي كثير من الخطوات التي تمكن من الحصانة والوقاية لا نجد فيها أبحاثا لعلماء مسلمين ولباحثين مسلمين أو لتربويين أو لإعلاميين أو لأدباء أو لرجال إعلام وصحافة لا تجد لهم أبحاثا جادة رصينة تشخص المشكلة وتضع الحلول المأخوذة من شريعتنا ومن ثقافتنا وأعرافنا وتقاليدنا فهناك فجوة لا بد من ملئها ولذلك يعني نحن ندعو أيضا أهل الاختصاص إلى أن يعتنوا بهذا الجانب وأن لا تكون نصائحهم وتوجيهاتهم عامة بل لا بد من تشخيص ووصف الدواء لهذه العلل والعاهات التي تصيب الأفراد والأسر سنعود أيضا إلى وظيفة المؤسسات إن شاء الله ولكن نعد هذه المكالمات الأخ عامر السليمي أخ عامر نعم فضل الأخ عامر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله وبركاته مستاكم الله بالخير الله يمستاكم بالخير والنور الأخ عامر الله يبارك فيك الله يحفظك بارك الله فيكم على هذه البهود الرائعة في هذا البرنامج وفقكم الله جميعا يا ربما لو تكرمتم لبعض المداخلة حول ما قيل نعم مع مقاله وبينه فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة فلي هنا بعض المداخلة التي تكرمتم عليه فضل أرجو هنا بعض الملاحظات أن تتضافر القهود يعني هذه المسألة مسألة المواقع الإباحية هي حقيقة واقعة في العالم الأجمع وفي المجتمع الإسلامي وفي عمان أيضا حقيقة موجودة في المجتمعات فكيف يمكن أن نحلها أني هنا بعض المجهود أو بعض الملاحظات التي أمكن أن ننظر فيها وترون رأيكم فيها واحد من ضمنها تضافر القهود الحكومية والأهلية من خلال دعم الملتقيات الثقافية والحوارات الفكرية وتوسيع وتوسيع دائرتها لتصل لكل المحافظات والولايات نعم نداء للجهات الحكومية ذات الإختصاص في الثقافة الدينية والثقافة العامة بالعناية بالمفكرين والمثقفين من خلال فتح وتشقيع الأندية الثقافية أكثر وكذلك الاهتمام والدعم المادي والمعنوي للمكتبات الأهلية العامة في السلطنة حتى تقوم بدورها الثقافي الحقيقي كذلك الدعم الدائم للندوات العلمية وبالأخص في العلماء وفي التاريخ حتى يرتبط القيل الحالي بالقيل السابق آخرا حسب رأي تكريم أهل القرآن العظيم حفظا زيادة المسابقات القرآنية والدينية وتكريم أهل القرآن بأكثر من ما هو حاصل الآن طيب إن شاء الله لأخي عمر نشكور على هذه المفترحات الطيبة أهل القرآن فكرا جزيلا الله يحفظك نأخذ الأخ سيف العوفي حلام عليكم وعليكم السلام رسول الله وبركاته الأخ سيف الله يمسيك والخير والنور الحمد لله حياكم بارك الله وفيك أهلا وسهلا بارك الله بارك الله سؤال الأول التواكب مع التقنية الحديثة ومع كل هو جديد أمر حتمي لا مناصة منه فالمسلم بين أمرين بين الانفتاح وما يترتب عليه وبين عدم السماح لتلك الشبكات العالمية فمن منطلق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي فما هو الاعتدال والتصرف للحيلولة دون وقوع الأبناء في هذا المطب والمنعطف الخطير هل يقوم رب الأسرة بمراقبة أبنائه دون ترك الحبل على الغارب أم يترك الثقة للأبناء فما هو الحل في رأيكم سؤال الثاني ترى بعض الأبناء للسهر ليلا على مواقع النت وغيره مما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وللأسف دون أي تصرف من الآباء فما نصيحتكم لمثل هؤلاء سؤال الأخير ما الذي يجعل الفرد الوقوع والاندماج في هذه الإباحيات هل غياب الواجع الديني أم الجانب التربوي الخلقي أم رفقة السوء أم الدور الرقابي وعدم المساءلة من قبل ولي الأمر شكرا لكم شكرا لأخ سيف شكرا جزيلا لك الله يحفظك نأخذ الأخ محمد النقيدي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام وصلاة الله وبركاته الأخ محمد شيخ العزيز لدي ثلاثة تسئلة فضل ما هو دور الأسرة في هذه المسألة مع انتشار وسائل التواصل معهم وخصوصياتهم مع الاحتراض من التشكيك فيهم ومراقبتهم التي قد تؤدي لأمور سلبية خصوصا عند المراحق نعم السؤال الثاني هل يستحيل علميا وتكنولوجيا حضر هذه المواقع من البلاد كافة مهما تعددت طرق والوسائل لنشرها من قبل من يخططون لفساد المجتمع نعم السؤال الثالث أين دور القهات المختصة المتخصصة في الاتصالات من العمل لأغلاق هذا الشر في المجتمع من خلال البرامج التي تحمي المستخدم من هذه الشرور مع تقددها ووقود أنظمة فك الشفرات يبقى كذاكم الله خير شكرا شكرا الله يبارك شيكرا محمد شكرا قزيلا لكم نقف نقف مع فاصلا قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى لمواصلة هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر بين الهدى يبقى ما يتعلق بالأخ عمر السليمي واقتراحه لمجموعة من الخطوات هذه ستأتي في سؤالنا التالي المؤسسات التربوية والصحية والتقنية والإعلامية نريد منكم أن تفصلوا أيضا دورها في حماية الأبناء من هذه المخاطر الحاصلة من متابعة المواقع الإباحية هنا جانبان أما الجانب الأول وهو الأهم والأولى ولا يقتصر أثر التقصير فيه على ما يتعلق بالانحراف الخلقي بتعمل زيارة المواقع الإباحية والإدمان عليها وإنما يمتد أثر التقصير فيه ليشمل حركة المجتمع بأسره وما لم تدرك المؤسسات المعنية وأصحاب القرار خطورة هذا الجانب فإنه لن يتأتى لهم إصلاح المجتمع ولا النهضة بالأوطان هذا الجانب هو وجود مشروع وطني وطني تصرف له الطاقات وتبذل فيه الجهود ويملأ الأوقات ويعزز الطموح وهذا المشروع يحقق الانتماء وسأوضح أكثر لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عليه الصلاة ووجد ووجد الانتماء فهذا المشروع لا بد أن يحقق الانتماء شغل لهم طاقاتهم ملأ لهم أوقاتهم بذلوا من أجله أنفسهم وأموالهم ضحوا في سبيل تحقيق هذا المشروع وتعززت هويتهم بالانتماء فيما بينهم إلى هذه الجماعة لما وصل إلى المدينة المنورة بعد الهجرة صار مشروعهم مع المشروع الأول تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها نعم بكل ما تحمله هذه الكلمة من تحقيق الرفاهي الاقتصادي والأمن المجتمعي والأمن العسكري وتوثيق مواثيق وعهود مع سكان المدينة المنورة وبدء نشر الدعوة خارج المدينة المنورة حتى إذا ما تحقق النصر نأتي بعد ذلك في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل نجد عودة إلى تأكيد المعنى إلى تأكيد المشروع الأصلي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فمشروع التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى هو المشروع الذي بذلت فيه الأمة آنذاك تضحياتها وكل غال ونفيس في سبيل تحقيقه وهو الذي حقق لهم الانتماء الصحيح وهو الذي أبقى دفق حضارة هذه الأمة إلى ما شاء الله تبارك وتعالى حتى فرطت هذه الأمة وصارت بلا مشروع ولا أقصد بالمشروع رسم أهداف نظرية فما أسهل ذلك لكنه لا نفاذ لرأي لا نفع لرأي لا نفاذ له فيمكن للإنسان أن ينظر وأن يرسم الأهداف والطموحات لكنها لا يمكن تحقيقها أو أنه ليست هناك من البرامج والوسائل والخطوات ما هو كفيل بتحقيق تلك الأهداف ولذلك قلت بأنه مشروع لا مشاحة في المصطلحات الحاصل أنه لا بد من وجود مشروع على المستوى الوطني وهذا المشروع لا يعني أن يكون مشروعا متفردا واحدا نعم لكن الشباب اليوم يشعرون بضياء وتجد أن لديهم الكثير من أوقات الفراغ وأن طاقاتهم مهدرة وأنهم لا يعرفون أين يوجهون ملكاتهم لماذا لعدم وجود مشروع وطني يمكن أن يستغل تلك الإمكانات والطاقات وأن يوجهها نحو الوجهة الراشدة نحو الخير والصلاح وتعمير الوطن وتحقيق العز والكرامة له والعلم النافع والمشاركة في البناء والحضارة واتخاذ القرار إلى غير ذلك من المشاريع التي يصرفون إليها همتهم ويذوقون حلاوة تحقيق أهدافهم ويحقق لهم بعد ذلك الانتماء ونفع الانتماء الشعور بالانتماء إلى ذلك المشروع وإلى الجماعة القائمة بهذا المشروع وإلى الوطن المتبني لهذا المشروع أنه ينفي عنهم الفردية والانعزال وينفي عنهم أنهم يبحثون عن معالم هويتهم هنا وهناك ويجنبهم اتباع الهوى والشهوات هذا هو الجانب الأصلي لكثير من مشكلات الأوطان في عالمنا الإسلامي تحديدا دعنا نكون أكثر تصريحا في هذا الموضوع فضل الشيخ لأن الكلمة التي تفضلتم بها ضربت في العمق بالفعل ونريدها أن تصل إلى الجهات المسؤولة لعلهم أيضا ينتشلوا الأبناء من هذا الوحل الآن لنأخذ المحافظات معدى مسقط طبعا محافظة مسقط فيها عدد قليل جدا من وسائل الترفيه في كل محافظات السلطنة لا توجد استبلات للخيول لتدرب الشباب على الخيول أو أحواض لتدرب على السباحة أو أماكن لتدرب على الرماية أو غيرها أين تذهب طاقات الشباب الأب عندما يريد أن يستكمل ابنه كل هذه المهارات حتى يكون إنسانا قادرا على التفاعل مع كل هذه المفردات لا يجد مكان أن يأخذ فيه أبناء هل توجهون رسالة إلى أن تكون في كل المحافظات اعتناء بهذا النوع من استيعاب طاقات الشباب لا بد من ذلك ومع أن المسألة أكبر من مجرد صرف الطاقات البدنية أو توجيه الطاقات البدنية إلا أن هذا جزء مهم في هذا المشروع نحن نتحدث أو ما أشير إليه ما يتعلق بمشروع وطني يحقق الكرامة والعزة ويوجه الطاقات بل يدفعها إلى التنافس لبناء هذا الوطن غاية الشاب اليوم أن يجد وظيفة ذلك يعني غاية مطمحه ولا يصح أن يقتصر نظره على مصدر كسب رزقه يفترض أن يكون ذلك وسيلة أن يكون وسيلة توصل إلى تحقيق أهداف لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولوطنه عموما وما أكثر المشاريع التي يمكن أن يدفع بطاقات المجتمع إليها حينئذ لا بد من أنشطة تذكي لهم أخلاقهم تسقل لهم مواهبهم توجه لهم طاقاتهم العقلية تذكي لهم أيضا مواهبهم الأدبية كما تفعل أيضا فيما يتعلق بالشأن البدني فيما يتعلق بطاقاتهم البدنية مجتمعة متآلفة وتحقق لهم أيضا الشعور بالانتماء لأسرتهم ولمجتمعهم وليهذه الأرض الطيبة التي لا تحتمل أن يقصر أصحاب القرار وإلا فاتت الفرصة وتحول هذه الطاقة الكامنة للخير والبناء والصلاح والتعمير إلى أن تكون أدوات للإفساد والضياع وتضيع هذه الطاقات والإفساد في هذا الوطن ويكون من العسير حينئذ وصف الدواء لمثل هذه الأوضاع إذن هذا على مستوى اجتعاب الطاقة على مستوى كما يقال رسم الاستراتيجيات أما ما يتعلق بالجوانب التنفيذية في خصوص هذه المسألة وحتى فيما يتعلق بجانب الرؤية بعيدة المدى والجانب الاستراتيجي لا تخرج عن هذه القضية لأنها كما تقدم سوف توجه الطاقات تسقل العقول والمواهب تحقق الانتماء تحقق التآلف سيكون الشباب شركاء في بناء هذا المجتمع وسيجدون حلاوة ذلك وسيقبلون لأن هذه الطاقات الشاب يعني عليها تعويل كبير وهي مستعدة للبذل والعطاء وإنما هي بحاجة إلى إتاحة الفرصة إلى أنا يعني أضرب هنا مثالا رأيت أن بعض الجسور كما أخبرني بعض القائمين على هذه المشاريع بعض الجسور الرئيسية قام بتصميمها طلاب في الجامعات ماشاء الله أجريت لهم مسابقات ففاز طلاب عمانيون لم يتخرجوا بعد قبلت تصاميمهم ونفذت بعد ذلك وأعرف هؤلاء الشباب ومن كان يشرف على هذه الجسور الحيوية الرئيسة أيضا يعني كانوا من الشباب العمانيين هناك طاقات لا بد أن تتاح لها الفرصة وأن تعطى المجال لبناء هذا الوطن بمشاريع فيها تعمير وبناء وصلاح وإصلاح العين لا يأتين أحد ويقول المشاريع إذن يعني نأتي بمشاريع تسخط الله تبارك وتعالى ويقول هذه المشاريع هذا فيه إفساد فيه هدر للطاقات فيه إغضاب لله تبارك وتعالى لكن ما يتصل الآن ببعض الخطوات اللازم أيضا اتباع وقد أشار إليها يعني الإخوة السائلون وكثير من البلدان سأذكرها سريعا كثير من البلدان حتى في غير البلاد الإسلامية اتخذوا هذه الخطوات حجب هذه المواقع وإن كان ذلك لا يمكن لأسباب قد لا نعرفها فلابد من التحقق من الهوية الحقيقية لمن يتصفح هذه المواقع بحيث لا يمكن أن يدخل إلا بطاقة هويته فلا يمكن له أن يدخل إلا وقد صرحت يعني بلد مثل روسيا صرحت أنهم يشترطون ذلك وكانوا أسبق من غيرهم يشترطون التعرف والتحقق من الهوية الصحيحة لأن مقصودهم حجب هذه المواقع في النهاية بحيث لا يزورها أحد كذا الحال أيضا في المملكة المتحدة في هذا العام في هذه السنة سيطبق أيضا نفس هذا القانون بأنه لا يمكن لأحد أن يزور هذه المواقع إلا بعد التحقق من بياناته المدنية نعم فحينئذ يعني يمكن أن يتاحله نحن طبعا لا ندعو إلى الاقتصار على هذا وإنما نقول الحجب أصلا وهو متاح وممكن وإن كانت هناك اتفاقيات دولية وغير ذلك فشأننا على الأقل شأن هذه البلدان التي اتخذت خطوات من ضمن هذه الخطوات أيضا تغليض العقوبات على المروجين ومن ينشرون هذه الإعلانات والدعايات والروابط إغلاظ العقوبات والتشديد عليها فليس خطر هذه المواقع بأيسر أو أقل من خطر الترويج للمخدرات و للخمور نعم صحيح كذلك أيضا من ضمن الوسائل أو الخطوات اليسيرة تحقيق حصانة للأطفال خصوصا بحيث تعد لهم برامج تقدم لهم دورات يؤهلون بحسب مستوياتهم لا شك التعليمية نعم بما يجنبهم الوقوع في هذه المواقع فلا يكفي أن تكون العناية من داخل الأسرة فقط بل لا بد أن يكون أيضا هناك دور للمؤسسات الرسمية في تحقيق هذا الغرض بشتى الوسائل المتاحة في المدارس في المعاهد في المساجد في الإعلام في البرامج النافعة مع تقديم البدائل وأقصد بالبدائل التي تصرف توجهات الأطفال خصوصا إلى ما هو نافع مفيد لهم إلى ما يعرفهم بتاريخهم وتراثهم ما يعزز هويتهم ما يقيهم الوقوع في هذه الأهواء والشهوات يامي بزاك المضخف غدر الشيخ لا تزال هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج أيضا أن نتابعها في هذا الموضوع لكن حسب علمي أن السلطنة لم يسجل اسمها ضمن القوائم التي يتصفح شباب وهذه المواقع لكن هذا لا يمنع من الوقاية قبل أن يقع الإنسان في مثل هذه المشكلات وما تفضلتم به من هذا المشروع لو أنه وجد النور ووجد من يهتم به سيؤدي إلى نتائق مبهرة إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم فضلت الشيخ أكرم أعزائنا الكرام طرحنا مجموعة من الحلول لهذه المشكلة التي تفاقمت عالميا ونريد من شبابنا أن يصغوا إلى هذه الحلول جيدا وكذلك الأسر والمؤسسات حتى لا يكون لها أثر وهذه المكاسب التي تحققت للسلطنة من خلال تجنب شبابها لهذه المواقع وعدم ذكر اسمها ضمن المتصفحين الكثيرين لهذه المواقع ينبغي أن يرافقها عمل آخر كما ورد في جواب الشيخ وهو إن شاء مشروع يستوعب طاقات هذه أو طاقات الشباب شكرا لكم ونلقاكم بحول الله في حلقة أخرى لمزيد من التفصيل في مواضيع حساسة وتؤرق شبابنا ومجتمعاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته